طيب أنا عرفت شركتك نازلي إيه قصتها وراء مناصق كلنا إنتي باع ويني باع يا مالك إنتي جاب لك الفكرة بتاعت مناصق كلنا أنا الـ background بتاعي خلفيتي علم نفس خريجة علم نفس من الجامعة الأمريكية وبعد كده قررت أن أنا أشتغل مع الأطفال عكس أن أنا أشتغل في العلاج النفسي مع الناس الكبيرة عشان حسيت أنه يعني لو مشينا بفكرة أنه التدخل المبكر دايما كلما الطفل بيكون سنه وأصغر كلما بيكون الأثر اللي بتعمليه أكبر بكثير أو يعني لاتسي أنه هو effective أو ليه أثر أكبر فحبيت أن أنا أشتغل مع الأطفال بحيث أنه هو الأثر ده يكون باين وأقوى في الفترة اللي هي المراحل الأول المراحل اللي في الأول خالص فاشتغلت طبعا مع الأطفال في التأخرات التعليمية والصعوبات التعليمية وبعد كده إحنا الاتنين رحنا عملنا الماجستير بتاعنا في إنجلترا واكتشفنا أنه كمان الأهالي اللي هناك معانا في الماجستير يعني هي حاجة عالمية برضو الناس اللي معانا في الماجستير هم أهالي أطفال زاوي همم فالأهالي أصلا أول ما بيلاقوا أن هما محتاجين يساعدوا أولادهم بيبدأوا يغيروا حياتهم ودرستهم وهكذا فبيبدأ الموضوع يكبر فليه نستنى لحد ما الأهل يخشوا المجال من الأول خالص وده ممكن أن يساعدهم أنهم يلاقوا الناس الصحة اللي تقدر تساعدهم فالحمد لله وصلنا أنا ونزلي لبعض في الحتة دي أن كل حد فينا عنده نفس الهدف تصحاب أصلاً؟ أحنا تعرفنا في الماجستير فوصلنا بقى أن إحنا يعني جات لنا الفكرة أنه طبعاً الأهالي كلها بتواجه نفس المشكلة فحابين أن إحنا نساعدهم فبتدت بقى الفكرة تتطور تتطور عادنا أن نشتغل عليها سنتين لحد ما عملنا اللونش بتاعنا يعني بدأنا من سنتين يعني قعدنا سنتين نزبط فيها ومن سنتين بدأنا المنصة بتاعتنا واخترتوا اسموا كلنا شمال لأنه إحنا بندعم جداً فكرة الدمج يعني إحنا بنؤمن أن كل واحد يعني كل الناس لها الحق في أن هي يبقى عندها نفس الفرص ويبقى عندها الحق أن هي تعيش نفس الحياة يتقدم لها نفس الخدمات التعليمية يبقى عندها نفس الأكسس للمعلومات فكلنا يعني كأنها بتشمل المجتمع وفكرة الدمج وفكرة أنه الفرص كلها تبقى موجودة ويبقى فيتاك كيف هو العسم حلو قوي يعني هو طلع مننا أسهل مما تتخيلنا بس الحمد لله يعني طلع أنه ليه إمباكت كبير قوي في المنصة يعني الحمد لله طيب طيب ترجمة نانسي قنقر